زملانا يلا من عيد السلام عليكم حساب قيمة الـ CM على السريع بعلاقة CM تساوي 0.6-0.4 M1-M2 طبعا إذا كان عندي العمود يتعرض لي حمولي موزع بانتظام عرضي أو جانبي الـ M1-M2 مناخده بالـ absolute value وهي العزم الأصغر الموزع على العنصر على العزم بنهايات العنصر بـ M1-M2 هي العزم بنهايات العنصر إذا كان عندي حمولي موزع بانتظام باخده أما بالعلاقة CM1-5 بـ Alpha-BR على BA وممكن نحن نعتبر CM1 وعننا شكل أو تابل بالـ CA81 حسب AIS-T مثل ما نمشايفين في عندك equation CA82 وفي عندي أنا تابل CA81 CA81 بيعطيني قيم للـ CM حسب الـ condition للـ support هذا الشكل مثل ما حكينا للدكتور أني ما أخذينه من AIS-T وموجود عندي أنا الـ table CA81 بيعطيني القيم إذا شفنا بالحال الأولى المعرض لضغط جانبي طالما سمبر الفاي تساوي صفر والـ CM من ناخده واحد إذا كان موثوق منطرف مسؤول منطرف الفاي ناقص صفر أربعة العلاقة CM هي 1 ناقص صفر أربعة ألفا بـ R على بيئي الـ BR بتباقلنا هي الحمولي الموجودة على العنصر نتيجة الحمولات الخارجية والبيئي واحد هي تحمل العامود للضغط وهي من نحسبها من علاقة أولى طبعا كل شروط الاستناد وشكل القوى سواء عندي موزعة بانتظام أو مركزة بيعطيني العلاقة وبيعطيني قيمة الفاي لنطبقها بالعلاقة ومنحسب قيمة CM وبعدين منحسب قيمة البيئي بشكل مثل ما قلنا هلأ الآن ما في أي وساقة أو تقييد للفريم لذلك بنسميه آنبريسفير أو عبارة عن إطار غير مقيد البرزد فريم لاحظوا معي أو transfer float no transfer float بهذا الشكل في عندي أنا قوة بالعقدي لكن أنا على المنبر نفسه ما عندي أنا حمولي موزعة بانتظام الحال التاني اللي هي with transfer float إذن موجود أنا distribution float الموجود على العامود المقيد إذن ثلاث حالات عندي أنا في عندي أنا بريست وفي عندي بريست with no transfer float وفي بريست with transfers float وصرحنا العلاقين في حساب CM أشكال العزم أيضا مثل ما قلنا توزيع العزم إما بيكون عزمين باتجاه واحد أو عزمين باتجاه مسالبات أو موجبين أو بيكون متخالفين positive negative نرجع منذكر M1 على M2 ratio هاي بناخد بالabsolute value وهي نسبة القيم الصغرى من العزم بنهاية العمود إلى القيم العظمى بنهاية الأخرى CB أيضا نستخدمها بحساب أو تصعيد قيمة العزم وهي أيضا نرجع نذكر دائما القيمة هاي بتأثر عندي كتير بالنومنال strings moment للمنبر safety conservative value هاي واحد وممكن تطلع معي لأكتر من واحد أيضا بتدخل معي بالبي مات وبالعمود المعرض لعزم بالإضافة للأكسيا اللود نحسب هم العلاقة CB بساوي 12.5 طبعا CB والCM ها بتير مهمات أنا جبته هذا بالبي بالجواز رح نرجع نسكره بالتفصيل أيضا لكن أنا جبته هون مشان نعرف إزا استخدمنا CB منين جاي CB CB تساوي 12.5 M-Max على 2.5 M-Max زاد 3 M-A زاد 4 M-B زاد 3 M-C طبعا برنامج الروبوت برنامج الروبوت بيحسب قيمة CB بنفس العلاقة لأي عنصر موجود ها يمشان زي منها شعبان السامة حضر إزا M-Max هو العزم الأعظم المطبخ على العنصر نتيجة الحمولات M-A لازم نتبع Absolute Value of Maximum Within Unpriced Links لأنه ممكن يكون عندك العنصر العامود مقيد أو مسنود إذا كان مسنود في عندك نقطين استناد فالعزم هو الأعظمي بين نقطين الاستناد M-A هو Value of Moment بالربع الأول عند ربع المجاز بحث بقيمة العزم على العنصر M-B هي Absolute Value of Moment at Midpoint of Unbraced Links العزم بالمنتصف والM-C هو third quarter للعنصر يعني بتلتة ربع العنصر C-B نفس العلاقة هي بكون C-B وC-B C-M وC-B ومندخل بمثال مباشرة بس برجع مثل ما شفنا سنوضح بس أيضا فكرة ونفوت بديتيل شوي مثل ما خطينا هون جدول لقيم C-M اللي ممكن أنا تسبها مباشرة أيضا للC-B هي مر عندي جدول أيضا أخذ القيم مباشرة وبالتالي سهلت علي موضوع الحساب المثال من لاحظ المثال هون عبارة عن عمود معرض لعزوم التي تجي dead load والlive load وفي عندي أيضا compression load بدي أحسب أنا تحمل هذا العمود اللي هو W 12 ضرب 65 وطوله 14 قدم العمود متبصل من الطرفين هو جزء من breast frame نحسب الحمول العمود من BR تساوي BU تساوي BNT زائد B2 في B lateral transfer float lateral transfer float ما عندي lateral transfer float إذا قيمة صفر والBNT هي الحمول المؤسرة على العمود طبعا بتصعيد بعوامل factor تطلع 420 B2 فور press frame تساوي الصفر إذن وزيع العزم عندي 73 إلى 82 وفاصلة 4 القوة المؤسرة عليه بحسب 5 BN Nominational Strength من KL مثل ما شفنا بأحد الجداول عندي KL موجود بتعطيني قيمة 5 BN للمقطع 12 65 الBU على BN بشان نتأكد إذا كان أكبر من 02 مثل ما ذكرنا في عندي علاقة أي علاقة إما H1 1A أو H1 1B في أحد العلاقات اللازم نستخدمها طالما عندي الBU على BN أكبر من 02 إذن بدأ للH1 1A الBE مثل ما قلنا هي تحمل حسب علاقة أولر للعنصر بمربع EI على KL ب L التربيع بحث بالBE الCM هي 06 ناقص 04 ليش لأن ما عندي أنا Transverse Load على العنصر بستخدم علاقة 04 ناقص 06 ناقص 04 M1 على M2 وبتطلع معي قيمة CM 094 الB1 إذن هذا الفاكتر الأول هو CM مثل ما أخذنا أول 1 ناقص ألف BR على BE الBR عندي إياها والB حسبت والCM عندي فلذلك الModification أو Lumbification Factor هو 1.23 نرجع للCB وحساب العزب الCB تساوي 1 وطول الـ N-Prest هو عندي 14 فيد راح نشوف بعد السلايدات منين نجيب قيمة العزم الاسمي نتيجة الطول والCB1 هاي ليه CB1 CB1 الجداول اللي تم تأسيسها نروح بعد السلايدات يمكن نتجاوز شوي لنشوف السلايد يمكن هاي الجداول اللي نحكي عليها أشرح عليها على السريع إذا كان عندي أنا مقطع لاحظوا عندي الأسفل طبعا هاي أنا قاصة بالنص الورقة الجداول هاي تعطيني قيمة العزم الاسمي 5 بي ام من جاجل CB1 تساوي واحد وبتعتمد على طول الان بريست أو الان أو الفيكست أو البن سابورت كولم حسب طول العامود والسكشن اللي عندي بطلع بحسب أنا قيمة الفاي بي ام بي الارف دي لاحظوا معي هون على يسار الشاشة بالأعلى والاس دي إذا العزم الاسمي للمقطع بحالة الارف دي واللوبل سترس ديزاين ميزوت أي مقطع عندي كل المقاطع الجدولي أي مقطع باخدوه باخد طوله وبطلع على المقطع بروح مثلا أخذنا 8 نضرب 35 بالمثال بشوف بشوف أني بتطلع 123 124 رح نشوف لكن مثلا كان هو W12 بس أنا الجدول أو التشارت مشان توضيح قيم العزوم لما نقول 5PN منين جايبين بما أني الجداول أعدت أو التشارت أعدت من أجل CB تساوي واحد إذا عندي الموديفكيشن CB بحسبه وبطربه بال5PN ورح نرجع على مثالنا Z Z CB نحسبه من العلاقات ذكرنا 12.5Mx على 2.5Mx 3MA زاد 4MB زاد 3MC وطلع معي بالحصية 1.06 مضروب بقيمة الفاي MN اللي طلع معي واخدتم الجداول حسب التشارت بالبارتس ري بالمانوال AISC CB1 مثل ما شفنا بالتشارت والLB هي 14 فيت إذن حسبت الMN B وحسبت الBR ما ظهر عندي غير أحسب 5PN واللي هي أيضا فرام تشارت يعطيني ها 366 إذن عندي 366 في الفاي BMP وعندي الفاي MN باليالدينج اللي هو 356 إذن بأخذ 356 تحمل العزم الأقل مشان أطب وأنا بالعلاقة اللي عندي طيب المR شو عندي المR إذن المR حسب العلاقة هو B1 BMNT زاد B2 BMLT وتساوي 1.023 B82.4 زاد 0 ويساوي 83 MUX بطبق العلاقة H1A بطلع معي الريشيو أقل من 1 إذن العامود اللي مقطعه 12 ب65 يتحمل الحمولات العليه بالمقطع الطريقة الثانية هون عنا بال ASD بنفس البريستيجر بنمشي عليها بحساب البيئة اللوبل مقسومة على التحمل الاسمي أيضا اللوبل وبقار مع الصفر 2 ونفس العلاقة باستخدمها و C B بنفس القيمة أيضا طلعت بالأخير لاحظوا مع الراشيو أقل من 1 وقريب جدا جدا من الراشيو بال LRFD مزود مثال ثاني لاحظوا معي حاليا في عندي عمود يتعرض لقوة ضغط وفي عندي أنا ترانسفير لود بهالحالي horizontal beam column shown in figure KXKY واحد مطمفصل من الطرفين نفس الطريقة بحس بالتحمل البيئة اللي عندي 1.6 28 بطلعت 44.8 كبز بحسب الـ Q U أيضا الـ ultimate بحسب الـ W U وبحسب الـ M U اللي بتعرض له هذا المقطع من خلال الحمولات اللي عليه طبعاً الطبعاً MLT أيضاً ما عندي عزم جانب لذلك صفر حتبنا CM علاقة 1 زائد 5 بألف بيئر ليش ما العلاقة 1 زائد 5 بألف بيئر على بيئر لأنه في عندي ترانسفير لود وهي عبارة عن قوة مركزة مثل ما شفنا بيه الجدول حسب الكونديشن of support التابل C 8 1 مرجع من ذك في أيضاً وقيمة الفاي طلعت 0.2 إذا رجعنا أيضاً بس للتذكير الجدول رح نمشي شوي ما ليش أخذوا الجدول في عندي قوة مركزة زائد 5 ناقص 0.2 زائد العلاقة 1 ناقص 0.2 5 بي أر على بي إي حسبنا ال-CM نحسب بي ال-CM طلعت 0.99 ال-B1 هو ال-CM على 1 ناقص ألف بي أر على بي طلع 1.0 15 بطبق ال-MU ب الموديفكيشن فاكتر بي واحد و بي اتنين بطلع بعد عندي الموديفايد MU على المقطع عندي ال-M N 5B M N ال-CB بس مشان نذكر ذكرت لكم ال-CB عندي جداول أنا ممكن أحسب في ال-CB بغض نظرا عن علاقة 12.5 اللي هي 12.5 M على 2.5 M 3 M B Z 4 M C بروح ل لاحظوا معي على اليمين الفيجر 1.3 لاحظوا معي أنا طالما ال-CB 1.3 إذن التقييد من المنتصف رفع لي التحمل ل 30% تقريبا ومن هون نذكر أهمية معرفة الأصول النظرية للتصميم لتفيدني بعملية استخدام البرامج إذن ال-CB حسب ال-Condition عندي طلاحظوا إذا عندي أنا قوة مركزة وعندي فيه تقييد بالتنين ال-CB بتطلع عندي لل-A B and C D A B and C D بطلع 1.67 بينما العنصر بالمنتصف B C باخده 1 لازم أنتبه لأ الأمور أي بحساب قيمة ال-CB بنرجع بعد ما حسبنا ال-M U وال-M N للمقطع وحسبنا ال-B U بنرجع للعلاقة بنحققها ونشوف ال-Ratio أصغر من واحد إذن المقطع أيضا يحقق بنرجع بس مشان تتأكدوا من المقاطع إذن المقطع أنا عندي شو المقطع اللي عمال أشتغل عليه لأعظوا مع المقطع نحن مقطعين وثماني ضرب 35 لشان بس نتأكد من العمل على ال-Chart 8 ضرب 35 رول ال-Chart لأعظوا معي هذا ال-Chart 8 و-L B 10 إذن بحط مستقيم لل-Chart اللي بتقاطع معه بتقاطع معه بروح إلى اليسار بطالع أنا هي عندي 120 وهون تقريبا 123 123 إذن بقول أنا FI BMN اللاحظ قيمة هي 123 ما أخذينا لاحظوا 123 وهي بس كيفية استخدام الجداول بعد حساب نرجع منذكر ال-FI BN وال-MU X على المقطع وال-FI BN X بعوضة بالعلاقة ونحسب ال-Ratio لازم تطلع أكثر أصغر من واحد إذن المقطع Save بالنسبة للحمولات اللي عليه طبعا هون عندي بال-ASD ما رح أتوسع ب-FIA لاندي بنفس ال-Procedure مثل ما شفنا بالمثال السابق وبتطلع عندي النسبة كمان صفر 880 أصغر من واحد والمقطع أمين بالنسبة للحمولات اللي بتعرضنا بالمثال أيضا عندي هون W ضرب 65 والستيل 200 و64 باقي عننا والله باقي عننا وقت قليل لذلك بدي أكتفي بالشرح بس مشان ما ندخل بوقت أكتر ونضطر لنص ساعة زيادة بدي أكتفي بهالمسال وحساب الـ CM والـ CB وحساب تحمل العمود للقوى وإن شاء الله الدرس القادم منتابع بالأمثل على الأعمدي المعرضة لعزوم وقوة ضغطة حتى تكون أن مي بالمي إن شاء الله والسلام عليكم